شدد وزير الخارجية سمح شكري على دعوة مصر لوقف فوري لإطلاق النار والأعمال العدائية للسماح بالتعامل مع الأزمة الإنسانية في غزة وتمهيد طريقة للجهود السياسية الهادفة لتحقيق سلام عادل وشامل ودائم جاء ذلك خير لمشاركة شكري افتراضيا في الاجتماع الوزاري للنسخة الثانية لقمة صوت الجنوب العالمي التي عقدت بتنظيم من الحكومة الهندية ألقى شكري كلمة تضمنت الإشارة إلى ما يشهد استقرار النظام العالمي من مخاطر حيث يعكس القصف الإسرائيلي الكبير وغير المسبوق لقطاع غزة تحيز وعجز النظام الدولي عن وضع حد للانتهاكات الصارخة للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بإنشاء دولة فلسطينية مستقلة